طيب إلا كرة القدم والسوبر بقى بكرة إن شاء الله تعالى الساعة سبعة ونص مساء الجمعة سبعة ونص بتوقيت القاهرة الصيفي في أستاذ محمد بن زايد بناد الجزيرة في أبو ظبي الأهلي وبرامدزي الحاكم الكابتن محمود البنة وهي عاونه هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب وغرفة الفار اتنين من حكام الإمارات الحقيقة مجلس أبو ظبي الرياضي النهاردة كان الاجتماع الفني للمباراة كانت الأمور كلها طيبة كابتن سيد عبد حفيز حضر ومعها المهند السامير عدلي والكابتن مهر عبد عزيز والعميد علاء صلاح المنسق الأمني وكانت الأمور على ما يرام في حال التعادل حيبى فيه وقت إضافة نص ساعة على شوتين في حالة استمرار التعادل حيبى فيه ركلات ترجيح المجلس أبو ظبي الرياضي جهز احتفالية غنائية كبيرة لهذه المباراة الكبيرة وأكد مسؤوله مجلس أبو ظبي أنه حيحي الحفل الفنان المصري الكبير تامر حسني في فقرة تسبق المباراة وحتنطلق قبل المواجهة بحوالي 25 دقيقة بالضبط وحتستمر لمدة 20 دقيقة بعدها هيبدأ نزول الفريتين لأرض الملعب التذاكر تم بيع 29 ألف تذكرة من أصل 32 ألف تذكرة ساعة الاستاد كان فيه أزمة في التذاكر في جماهير حجزت التذاكر لما كان أعلن أن الأهل والزمالك وبعد كده مجلس أبو ظبي لما تغيرت الطرف التاني للمباراة عمل بيان إمباراة اعتذر فيه لكل الجماهير وقال أنه ده تغيير حصل بدون إرادتنا لكن الجماهير اللي عايزة ترجع تذاكر فتح لهم السيستم من إمباراة بالليل عشان يديهم الحق في استرداد قيمة التذكرة لمن يرغب منهم وهيعيد طبعا طرحها تاني ودي ربما تكون فرصة كويسة الجماهير الأهلي اللي كانت خلصت كمية خلصت كمية تذكرها وكانت بتنتظر الإضافة فجاي الإضافة من خلال انسحاب الزمالك وبرمز ما عندوش جمهور للكمية الكبيرة عنده أستاذ إبراهيم الأونرز من الإمارات هيستطيع أن أتوقع يعني إن إذا التذكر رجعت أعتقد أن دي يعني حتبقى فرصة سانحة أن يقدروا ياخدوا جزء لكن اللقطة مش هنا أستاذ إبراهيم مش اللي حيرجع اللي حيرجع ما فيش مشكلة خلاص هيعد طرح طب إفر الجماهير ما رجعتش اللجنة المنظمة طلعت على درجة كبيرة من التنبه واستباق المشاكل فقالت لك الدخول بأعلام الأهلي وبرمز فقط طيب بصوا بقى علشان تشوفوا الضوابط اللي حطها مجلس أبو ظبي في الدخول ودي لجمهورنا عشان جمهورنا أحيانا لما الأمن هنا في مصر بيعمل قايمة ممنوعات بنبقى شايفين إن فيه تشدد ويبقى القايمة الممنوعات هدفها الأساسي حفظ النظام والأمان داخل الملعب على كل العناصر اللي موجودة إيه قايمة المحذورات اللي مكتوبة على تذكرة المشجع اللي شاريها عشان يدخل بيها مباراة السوبر المصري الألعاب النارية وأدوات الليزر الأسلحة الحيوانات معرفش يعني الحيوانات يعني لحد جاب القطة بتاعته مش حيودخل بيها لا يخش ممكن ناس جيب كلاه بتعملها أو مثلا لا يبتحق الأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا يعني الزمرات العالية الفيروزيلا الفيروزيلا المواد اللي بتعرض السلامة للخطر المزلات وعصى السيلفي يعني حتى عصاية السيلفي في ناس بتتكلم يقولك الباوربانك منعوه عصاية السيلفي منعوها هم هناك كده منعين برضو عربات الأطفال يعني أسرهم معاها العربية بتاع الطفل ممنوعة شحن الهواتف الباوربانك العطور ومستحضرات التجميل مع البنات اللي بيخشوا ده ممنوع دخوله احضار أو ارتداء مواد ترويجية أو اعلانات لفرق غير مشتركة يعني انت الزمالك مش موجود واخد لي عالم الزمالك وداخل مش هتدخل بيه طرفي المباراة فقط وحتى حد دولهم الأعلام اللي حد يدخلوا بيه يعني دول أكثر حرصا على نجاح المباراة وسلامة الجماهير من الكابتن المتحة اللي بيقولهم خشوا وشجعوا ضد الأهلي يعني ايه في أكتر من كده تحريد يعني يعني هي دي الحاجة الغريبة الحقيقة يعني انت عندك سيف الوزيري طريق أنديل والمهندس السيف الوزيري والدكتور مهند مجد عضو مجلس دار رئيس البعثة وكل أعضاء المجلس من المرافقين الأستاذ طريق أنديل كمان مرافق من اليوم الأول سافر معهم المهندس خالد مرتاجي أمين الصندوق الكابتن سامير عدلي وده جانب من التمرين النهاردة آخر مران للأهل النهاردة استعدادا لهذه المباراة اللي كان يمكن خد فرصة أنه يتمرن تلت تمرينات في أبو ظابي ومستر كولر جهز اللعيبة بشكل جيد ويعني الروح كويسة في الملعب ووضح أن الناس أنا عايز الروح كويسة في المطش كل اللي بيتقال بقى ده والروح حالية والتركيز وأنا عايز أشوفه ساعة المطش بس قول زي ما تقول قبله